اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن اكثرهم لا يعلمون ويقول تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ومما لا شك فيه أن الأمن عمل مجتمعي يشترك فيه كل أبناء الوطن حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع فالناس في مجتمعاتهم ودولهم أشبه بركاب السفينة التي لا يمكن أن تنجو ببعضهم دون بعض حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ولهذا الأمن المجتمعي ركائز ومقومات منها تقوية الجانب الإيماني الذي يحقق الطمأنينة في المجتمع ويحميه من التطرف والانحرافات الفكرية حيث يقول الحق سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالإيمان بالله عز وجل هو الذي يحقق الأمن الداخلي لأفراد المجتمع مما ينعكس على أمن المجتمع كله ومنها الجانب الاقتصادي الذي يقوم على العمل والإنتاج والإتقان لذلك فإن ديننا الحنيف حث على العمل وعلى إتقانه وإحسانه حيث يقول سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وبذلك يتحقق الأمن ويستقر المجتمع ومنها ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع وقد أولى الديننا الحنيف هذا الجانب عناية خاصة ففرض الزكاة وحث على الصدقات وشرع الوقف وشجع عليه حيث يقول الحق سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويقول جل وعلا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل ومن أهم ركائز الأمن المجتمعي ترسيخ مبدأ المساواة بين الناس فالناس سواسية كأسنان المشط والمجتمع الآمن الراقي لا تمييز بين أبنائه على أساس اللون أو العرق حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ولا يكون التفاضل بين أفراد المجتمع إلا على أساس القدرات والطاقات ووفق ما يبذله الفرد من جهود تفيد المجتمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن تحقيق الأمن البيئي من أهم ركائز الأمن المجتمعي بتنمية البيئة وحمايتها من أي أضرار أو مخاطر حيث يقول عز وجل هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدق إلى يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فما أحوجنا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ عليه من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء وأسرة وتعليم ومؤسسات دينية وثقافية ومدنية ليتحقق الأمن لكل أبناء المجتمع بجهودهم متضامنين اللهم أدم علينا وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان